بعد معارك عنيفة قيادة المنطقة العسكرية الرابعة تعلن السيطرة على معسكر العمر وهو الامر الذي يعني الكثير من الناحية العسكرية فالمعسكر الذي يتربع على مساحة جغرافية شاسعة يعد ايضا اخر المناطق ذات التحصينات الطبيعية حيث تحيط به الجبال من جميع الاتجاهات علاوة عن ان الميليشيا كانت تتخذ منه مركز سيطرة ودعم على امتداد الساحل الغربي السيطرة على المعسكر تتم للمرة الثانية لكنها الاكثر تنظيما وحسما او هكذا تبدو هذه المرة فالمؤشرات الاولية تقول ان قوات الجيش الوطني تسعى لحسم معركة الساحل الغربي بدءا من ذباب وصولا الى المخى وحتى سواحل محافظة الحديدة وفي ذلك اهداف عدة تسعى الشرعية لتحقيقها خلال الايام القادمة اهمها تأمين ممر الملاحة الدولي في باب المندب وتقليص مساحة سيطرة الميليشيا عوضا عما يمكن ان يحققه هذا الامر من اضعاف للميليشيا من خلال فتح جبهات جديدة للمواجهات ترجمة نانسي قنقر